اشتركوا في القناة يناسب امكانياتهم الفنية واما رغبة في تذوق حلاوة الالقاب قبل فوات الاوان في هذه الحلقة من قناتكم سنعرض لكم سبع لاعبين يجب ان يرحلوا عن انديتهم الحالية فابقوا معنا بعد تهميش مستمر مع مانشستر يونيتد انتقل النجم الانجليزي كمعارن الى ويستهام بالنصف الثاني للموسم الماضي فنفض غبار دكة يونيتد وبدأ رحلة تألق رائعة مع الهامرز ليفرض نفسه كاحد افضل لاعبي لبريميرليغ حيث سجل تسعة اهداف في ستة عشر مباراة وحينها اراد ويستهام تحويل اعارته لشراء نهائية لكن اليونيتد تمسك باستعادته فعاد ابن التسعة وعشرين عام ظنا منه ان ما قدمه سيضمن له مركزا اساسيا لكن لم تتغير الامور وعاد لينجارد لدكة الشياطين الحمر حيث لم يلعب سوى مائتين وسبعة وستين دقيقة بالموسم الحالي وبلا شك يجب ان تكون خطوته القادمة بعيدا عن بالانتقال لفريق يمنحه مساحة اكبر لاظهار ما يملكه ويحظى لينجارد باهتمام اندية عدة لضمه في يناير ابرزها وايست هام ونيو كاسل علما بان عقده ينتهي مع يونيتد بالصيف المقبل منذ انتقاله لارسنال مر المهاجم الجابوني بفترات هبوط متفرقة في مستواه لكنه كان دائما ما ينجح في العودة سريعا ليثبت انه مهاجم موهوب يمتلك قدرات تهديفية رائعة وخلال الموسم الخالي شارك صاحب الاثنين وثلاثين عام في خمسة عشر مباراة سجل بها سبعة اهداف وصنع اثنين وكان ركيزة هامة في مخططات المدرب ارتيتا الى ان تغير كل شيء بمشكلة انضباطية بعدما تأخر في العودة من السفر عقب زيارة والدته المريضة ليتم تجريده من شارة القيادة وحرمانه من المشاركة في المباريات والتدريبات مع اتخاذ قرار ببيعه في ميركاتو الشتاء وفقا لتقارير انجليزية وهو ما يجعل رحيل اوبام يانج امرا مثاليا بالنسبة له خاصة وانه يحظى باهتمام اندية كبرى يمكنه مواصلة التألق معها كايوفينتوس وبرشلونا تيمو فيرنر لم يظهر المهاجم الالماني مع تشيلسي بعد بنفس توهجه سابقا بقميص لايبزيغ وكأنه يجد صعوبة في التكيف مع اجواء الكرة الانجليزية فكان يتفنن خلال الموسم الماضي في اهدار الفرص السهلة ما دفع توماس توخل لانتداب روميلو لوكاكو وخلال الموسم الحالي ابتعد فيرنر ابن الخمسة وعشرين عام عن المشاركة بشكل منتظم حيث بدأ اساسيا في ثمان مباريات فقط من اصل ثمانية عشر مشاركة بالدور ودور الابطال مسجلا اربعة اهداف بينما لم يظهر اي دقيقة في ست مباريات وفي اوقات مشاركاته عادة ما يتلقى انتقادات بالجملة من جماهير ما افقده بعض الثقة لذا يمكن القول انه بات بحاجة لتغيير الاجواء خاصة وانه يتمتع بجودة كبيرة ومعلومة لكل من يعرفه جيدا وربما ينجح في اظهارها مع اي من الفرق المهتمة بضمه كمانشستر يونايتد بارشلونا وباير ميوني جواو فيليكس عند انتقاله لاتلتيكو مادريد رأى كثيرون ان الموهوب البرتغالي اختار الوجهة الخطأ باعتبار ان اسلوب سيميوني لا يناسب موهبته وطريقته في اللعب ولن يمنحه التطور الذي يأمل ويبدو ان الايام تثبت حاليا وجهة النظر التلك حيث يبدو صاحب الاثنين وعشرين عاما غير قادر على التأقلم بعض فتارا تجده يصنع الفارقة في خط هجوم روخ بلانكوس وتارة اخرى تراه غير قادر على المساعدة احيانا يدخل المباريات كبديل واحيانا اخرى يتواجد بالتشكيلة الاساسية خلال الموسم الحالي مثلا بدأ اربع مباريات فقط كاساسي بالليغة واجمالا شارك في خمسة عشر مباراة سجل بها هدفين وصنع مثلهما وهي بلا شك ارقام لا تعكس قدراته الكبيرة التي يظهر ملامحها من وقت لاخر بقميص نادل عاصمة الاسبانية كلما حصل على استمرارية المشاركة وربما سيكون من الافضل له الرحيل عن كتيبة سيميوني ولن يكون الحصول على فريق جديد يناسب قدراته ويوفر له بيئة مناسبة للتألق امرا صعبا اذ يتمتع فليكس بموهبة لا غبار عليها وسيقدم الاضافة لاي فريق ينجح بالتعاقد معه بشرط توظيفه جيدا مع منحه الثقة الكاملة فرانشيسكو ايسكو صحيح ان النجم الاسباني لا يمر بافضل احواله البدنية منذ الموسم الماضي لكن لاعب بموهبته وقدراته الفنية الرائعة يستحق العناء وتوفير الفرص والاجواء ريثما ينجح في استعادة حالته البدنية وهو ما لا يحدث مع المدرب كارلو انشيلوتي الذي يفضل الاعتماد على الاكثر جاهزية فنيا وبدنيا في ظل التنافس حامل وطيس لريال مدريد على كافة البطولات حيث لم يخذ ايسكو سوى 177 دقيقة فقط منذ بداية الموسم الحالي وبات مشهدا معتادا ان نراه حبيسا لدكة البدلاء وان كان هناك قرار يجب ان يتخذه اللاعب البالغ 29 عام خلال الفترة القادمة فهو الخروج من سانتياغو برنابيو في افضل وقت دون الانتظار حتى نهاية عقده في الصيف القادم خاصة وانه بلا شك لديه الكثير ليقدمه ولكم المثال فيما بصم عليه سابقا مع الميرينجي ومنتخب اسبانيا ايسكو يحظى بمراقبة بعض الاندية التي يمكنه صناعة الفارق بصفوفها ابرزها ارسنال واشبيليا دوناروما او نافاس مبدأ التناوب الذي يعكف موريسيو بوكتينيو على تطبيقه لا يعجب كلا الحارسين الاول جانويجي دوناروما صاحب الاثنين وعشرين عام والذي ذهب الى سان جيرمان في الصيف الماضي في ثوب افضل لاعب في اليورو ولم تكن لديه اي شكوك في الحصول على المركز الاساسي اما الثاني كيلور نافاس ابن الخمسة وثلاثين عام فيريد التواجد بشكل دائم في حراسة عرين الفريق عطفا على خبراته وتألقه الكبير بالموسم الماضي اضافة لماضيه الحافلي مع ريال مدريدة لكن في النهاية خاض دوناروما احد عشرة مباراة بينما لعب نافاس ستة عشر مباراة الامور لم تقتصر فقط على اعتراض حول مبدأ التناوب بل اندد الامر لحدوث ازمة بين كلا الحارسين حيث ذكرت صحيفة الليكيب ان مباراة سان جيرمان امام نيسب لأسابيع شهدت توترا بينهما سببه تلميحات من نافاس مسيئة لدوناروما في غرفة تغيير الملابس بين شوطي تلك المباراة ما القى بظلاله على اجواء الفريق ليصبح من الحكمة رحيل احدهما خلال الفترة القانمة وبهذا الصدد اكدت تقارير عديدة ان دوناروما طلب الرحيل ولا يعجبه الوضع الحالي لكن صحيفة الليكيب اكدت ان العكس قد يحدث مع نهاية الموسم حيث ان ادارة باريس متوقع ان تفضل رحيل نافاس كون دوناروما هو الحارس الاصغر ورهان الحاضر والمستقبل هاري كين اكثر من اربعمائة مباراة مائتين وستة واربعين هدف ارقام شخصية بالجملة انجازات فردية مميزة ابرزها تتويجه هدافا لليبريميرليغ ثلاث مرات والمحصلة صفر القاب مع بلوغه سن الثامنة والعشرين يبدو كل ما سبق سببا كافيا ليفكر المهاجم الانجليزي في وضع حد لمسيرته مع توتنهام والانتقال لفريق اكبر وجاهز لحصد البطولات قبل فوات الاوان مع تقدمه بالسن وهو بالفعل ما اقترب حدوثه خلال الصيف الماضي حيث امتلك كين عرضا ضخما من منشستر سيتي لكن توتنهام رفض السماح له بالرحيل ليقرر التمرد وعدم حضور تدريبات الفريق لكن لم يتغير شيء واستسلم في النهاية لرغبة ناديه ورغم استمراره مع توتنهام الا انه من الواضح ان ذهنه اصبح خارج النادي فكين الذي نشاهده هذا الموسم ليس هو ما اعتدنا عليه سابقا اذ تراجع مستوى فعلى سبيل المثال فليب ريميرليغ سجل هدفين فقط في 14 مشاركة ما يعني ان رحيله في يناير او الصيف المقبل سيكون الخيار الافضل له وللنادي حتى مع قدوم كونتي اشتركوا في القناة